اشتركوا في القناة 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 يلا بينا يلا بينا الحكاية اشتركوا في القناة 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 اسموا ايه؟ جدعون برافو عليك يا كريم جدعون على فكرة جدعون احنا بدأنا المرة لفتت القصة بتاعته بس هنكملها النهاردة طب ممكن المزج البهار قبل ما تبتدي تساعديني كده اولاد اللي شكل قدامك دول اولاد شاكترين انا عندي حزبة مش عارف حسبها حزبة؟ صغيرة كده انا بحب الحزبات يا طايم انا في مدرسة الساعات المشتركة تفضل فاحنا عندنا في الفصل خمستاشر ساعة وخمستاشر ساعة الساعة اللي هو الولاد والساعة البنات فانا عندي عيد ميلادي بكرة فانا لو جبت الوقتي اتنين حبشتكانة وعطيت عليها التمنتاشر حبشتكونا تفتكري يكفوا الخمستاشر ساعة والخمستاشر ساعة؟ حد فهم حاجة محدش فهم حاجة يا طايمو خالص انت بتقول اي لخبطيكو خالص انا مش شاطر الحزاب بطلخبط ولا احنا يا طايمو بس اتنى هقولك على قصة كده قصة جميلة جدا على فكرة هكمل لك قصة جدعون بس النهاردة اصل القصة فيها برضو حسابات كتير انت عارف؟ بس شغل مخك جدعون اخذ كان في القادي في اسرائيل وكان فيه جيش هيحربوا الميديانيين جيش ميديان والميديانين دول كانوا جموا غلسوا عليهم كتير جدا جدا وجدعون ساعتها كان هو دول من زمان او الميديانين دول دايما كده معاهم عطول فعلا كانوا بيغلسوا جامد جدا وبيضايقوهم لكن جدعون قرر انه هيروح يحاربهم فكان مع كيش كبير جدا 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 الجيش ده فيه ثانيا، ثانيا من جديد اثنين وتلاثين ألف عسكري رقم ضخم جدا اثنين وتلاثين أنف اثنين وتلاثين صحي جدا بص السورة دي طايموا معنا وريني قد السورة دي مليانة عساكر كتيرة جدا جنب بعض كتير 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 كأن السورة دي ألف عسكري كأنهم كام؟ ألف عسكري برافو! عايز أوريكوا بقى ال 32 ألف دول كانوا كتير قد إيه واو! شايفين السورة دي الكبيرة دي أهي هي الصغيرة دي ألف وألف 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 وكتير 32 ألف كل دول عساكر جدعون حاسي لا سلام! إيه الجيش العظيم ده ده إحنا هندخل نفقر تكهم على طول بس ربنا قال له لا يا جدعون الجيش ده كتير قوي ما ينفهش تروح تحارب بيه ليه! ما حلو بكتير عشان يكسبه بس ربنا كان عايز يوريله قوته يا طايموا فهو قال له بص انت تقعد تنادي في الجيش وقلهم بصوا اللي خايف منكم من الحرب وخايف من الجيش المدينيين يروح البيت طبعا محدش روح ما كلهم عساكر لا بيت هيقلك يا طايموا انت عارفين الناس كتير جدا روحت كلهم كانوا خايفين قوي بس مش كل الجيش روح اتنين وعشرين الف من الجيش يا نهار ابيض يعني اتبقوا بس عشر تلاف تعالوا نعد عشرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة بس اتبقى عشر تلاف جدعون كده لا الرب بيكلموا تاني بيقولوا على فكرة جدعون هما لسا كتير قوي يا رب بقى ليه بس عشر تلاف يا دوب يعني ما انا بقول كده برضو يا طايموا بس ربنا كان ليه رأي تاني ربنا قالوا لا دا كتير جدا على فكرة طيب اعمل ايه دلوقتي ما خلاص هما العشرة تلاف دول مش خايفين جدعون خد العشرة تلاف دول ورح عند المياه ربنا كان قالوا على فكرة قالوا الناس اللي هتشرب بسرعة بسرعة كده هما دول اللي هتاخدهم الناس اللي هتبدأ تتلكع وتتدلع دول سيبهم وفعلا اللي عملوا كده بسرعة قوي كانوا بس تلتمية لكن باقي التسعة تلاف وسبعمية دول كلهم كلهم قعدوا كده يتدلعوا يتلكعوا خالص فربنا قالوا خلاص سيب دول وانت هتاخد بس الجيش بتاعك هيكون كام ربنا خلاه ما ياخدش التسعة تلاف وسبعمية وياخد التلتمية بس ايوة طايمة هو حصل كده بالزبط اخد تلتمية بس اوبا تلتمية بس ساني ساني واحد احنا كنا 32000 كانت صافحة كتيرة جدا يا طايمة ايوة طايمة اتباعها بنونة جدا صغارين قوي 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 جدعون قالوا يا رب بس الزيتو صغارين جدا ربنا قالوا جدعون هم دول اللي هيروحوا يحربوا جيش مديان اتبا انا مش فاهم ربنا يزعلينوا يبقوا كتير هفاهمك اخر الحلقة يا طايمة هفاهمك كان ننعوز اعرف انا ما انا هقولك بس ايه اللي حصل لحسن يتهزموا قوز جدعون بقى كان حاسس انه ما عاجش صغير وهو حد صغير طب يا رب انا هكسب ولا مش هكسب لكن جدعون وهو قاعد كده سمع اتنين عمالين يحقوا حكاية غريبة تعالوا نسمعهم ايه يا عم مالك بس اقولي حصل انا خايف قوي خايف من ايه ايه اللي حصل اصلا انا مبارة حلمت حلم غريب قوي حلم وخايف الحلم حلمت ايه يا عم تامني اقولك انا حلمت انه في فيه رغيف رغيف عيش من الشعير وكان بيتضحرك بسرعة قوي رغيف بيتضحرك وقع على المكان اللي فيه مديانيين اتخيل عمل ايه راح كسر الخيمة يا سلاة يا رغيف عيش في الضحرك كسر الخيمة ايه يا صدار انت شو صداني مش عارف انه بس هو متهيق لي مفيش غير تفسير واحد الحلم ده تفسير ايه ان ربنا ادى لسيف جدعون الكو انه هو يهزم اعدائه يعني انت تفتكر كده انا شايف كده مفيش حاجة تاني هو ده وبس يمكن جدعون قعد يسمع الحلم ده اتشجع قوي ياه ربنا خلاني اسمع الحلم ده علشان اتشجع وما خافش ان انا حتى صغار جدا انا زاير غيف العيش الشعير ده بس هو ربنا كان بيقول ان انا هقدر اهزم جيش المديانيين راح للجيش بتاعه بقى كان عنده نشاط ومتشجع جدا وبعدين ام جمعهم وقال لهم يلا عندي خطة جاهزين معايا؟ عشان انتوا الجيش بتاعي هديكوا الابواق بس محدش يعمل صوت محدش يعمل صوت خالص 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 يلا كل واحد ياخد البوك بتاعه كده ولما هقول لكم امتى تعمله تفضل تفضل تفضلي وجابوا حاجه شبه كده اه جابوا حاجه كده اسمها الجرار الجرار يعني شبه القلة كده شوية وبعدين حطوا جواها نور والنور ده قال لهم كلنا كل واحدة هيكون معا واحدة كده بس اول ما كلنا نكسرها مرة واحدة تروحوا كلكم نفخين في الابواق دي وتهتفوا جامل جدا للرب ولا جدعون وبعدين هننزل بقى على جيش المجانين اتفقنا استاني 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 انا مش فاهم يعني يحربوا يكسروا القلة ولا ايه ده؟ مش حرب البلد حاجه غريبة اصلي حاجه غريبة جدا بس استاني طايمة هنشوف ايه اللي حصل وغينا اه وهم 300 واحد وهم 300 بس استدقني حاجه عجيبة اتفقنا يا جيش خلاص؟ يلا مع بعض جاهزين؟ اول ما هنكسر الحاجات دي كلكم تزمروا مع بعض استانوا استانوا جاskin براو براو برافوا سيف للرب ولا جدعون سيف للرب ولا جدعون ده صوت جيش صغير جدا أنا عايزة صوت بقوي صوت لا مع بعض سيف للرب ولا جدعون سيف للرب ولا جدعون يعني إيه سيف؟ سيف يا طايمو سيف ما احنى بنقول باللغة العربية حساب وععربي النهاردة بدراسة خالص يا طايموي بصراحة لكن هو بعد كده أخذ هو الجيش ده كان كبير ولا كان صغير صغير عشان كده ربنا كان عمان يمشي فيهم برافو عليه هو ده اللي كنت عايز أقوله لك في أخل الحلقة إي طايم إنه ربنا كان بيخلص الجيش ده أو بيخليه يصغر جدا علشان يقول لهم القوة عندي أنا مش القوة عندكم أنتو مش عشان أنتو كتير أنتو أقوية لا 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 خالص أنا اللي بديكم القوة ممكن تكونوا صغيرين وتعملوا حاجة عظيمة جدا تحفظوا الآية معايا تدوني الأبواق عشان احنا خلصنا الحرب وكتبنا الحرب خلاص مرسي يا كريم احنا كتبنا الحرب يلا نحفظ الآية تحفظ الآية يا طايمو نحفظ ماله الآية جميلة قوي يا طايمو على فكرة آية جميلة كلها عضلات أمورة كده آه جدا جدا ماش بتقول كده لا بالقدرة ولا بالقوة لا بالقدرة ولا بالقوة نعمل بالقدرة بالقوة لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود قال رب الجنود عارف يعني إيه رب الجنود يا طايم لا أنا بتعمل ستفعيل الآية خالص ربنا بيقول إنه مش بقدرتك ولا بقوتك لا أنا مش فعلم يعني إيه بالإدرة القدرة القدرة يعني تكون قادر إنك تعمل حاجة يا طايم أتكبت الإدرة انت تكسبتيها سداني لأ النهاردة مش قلت أناك دي مدرسة وفيها لغة عربية ركز معي لا بالقدرة ولا بالقوة لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي بل بروحي قال رب الجنود قال رب الجنود مين رب الجنود؟ ليديا؟ ربنا برافو عليكي رب الجنود اللي هو ربنا العنوان بتاع الآية زكريا 4-6 زكريا 4-6 دكتور جديد خالص ده بلد ولا راجل ولا أكله ده راجل 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 اسمه زكريا 4-6 يلا نقول مع بعض الآية آخر مرة لا بالقدرة ولا بالقوة لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي بل بروحي قال رب الجنود قال رب الجنود زكريا 4-6 زكريا 4-6 أشوفكم الحلقة الجاية ماشي بشكل بهار قولوا معنا برضو أشوفكم الحلقة الجاية ماشي باي 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 طايمو باي بيقولولك أصحابي باي أوه 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 يا ماري أوه يا ماري أنا اللي قبطي تعمل فيها كده؟ شايفين إيه داي اللي تكسرت؟ شايفة؟ شايفة شايفة أي واجعتيني سلامتك يا كوكي الله سلمك يا طايمو أله سلمك باي حسوس تعالي الحالي شوف اللي حصل فيي شوف شوف يا للحول يا للمهزلة إيه اللي حصل يا باي حسوس منكسرة قدامك أنا كنت إيه دا؟ أنت إيه اللي حصل؟ ترمية خبطك ولا إيه؟ ترمية إيه بس أختي وأختي اللي عملت لأ أما ليه؟ أختي بيقول لك يا قصراتني كده أنت متجاوة أختك دي إيه؟ أخت أطوبيس دي ولا إيه؟ أطوبيس ولا حاجة؟ أنا كنت فاكر أختك دي صغيرة كده ما هي صغيرة بس فظيعة إحنا كنا عمينا اتفاق اللي محدش فينا ياخد أي حاجة من حاجاتي التاني حل انتفقوا مع بعض طيب ما تفكيني حايتنال حاجة دي وهي قصرت الاتفاق اللي بينا وأخدت حاجاتي من غير بتقولي وأنا خلاص بقى قررت أنه هي اللي قصرت الاتفاق الأول فأنا هروح هفشفشها خالص هفشفشها وكسر فيها وبس بقى بعزوز دا اللي جرالي بس أنا عالفكرة ثانية عادي زاني مش فاهم دلتا وكسرتها مش بين عليه ولا إيه يا صداني وكسرتها هو مين الضرب التاني؟ ما بصراحة كده أضربها ضربتني ضربتك؟ مش شايف اللي أنا فيه طب أنا فاهم من أختي دي أصغر منك آه يعني يالله انت عارفوا بتسبهيني بنت صاحبتي عارفها البنت دي عجيبة جداً عاملة زي إيه زي البنت دي واشتوا؟ قريني واشتوا البنت دي كانت عاملة زي إيه زي البنت الجميلة اللي أبسها في استاني حلوة دي كانت البنت دي مش عارفة تنتصر خالص كل ما تيجي مع أختها يعملوا اخناء يدبوا اخناء واشتوا يجرى فيها زي اللي جرى فيها كده ما تدخليش كده نحسن انت عادفة انت عاملت اتفاق زمان مع مين؟ نا بابا حبيبي فكرة؟ ايوة اهو اهو اتفاق مع بابا حبيبي انت معاك يا بابا؟ اه بخليه معي على طول اتفاقتي مع بابا حبيبي ان ايه؟ تضربي أختي كل يوم لا وتعوروا بعد لا بس هادانيا انا حاولت وفضلت ومنفذة الاتفاق وقت كبير أهو بس هي القصرة الاتفاق في الاخر يا بعجوز مش انا ما انت لازم تقول اول ما تتزنق كده ترجعي بابا حبيبي لحقني يا بابا حبيبي مش تقدرك مش كده تايمو طبعا لازم ايه كمان تعمل نفس الاتفاق شب ما ينفعش كده حتى لو اختك غزيتك تقول يا رب ساعدني يا انتصر رب ساعدني يا بابا حبيبي عشان انا مش تقدر بتاع جدعون والمديانين فكنا عملنا ايه اما جبنا الدمامير وميس نانسي جات رح تكسارت القلة كده عمل كده جدعون كسر قلة مين اللي انتصر جدعون لا جدعون يعرف ايه من الحاجة ايه كسر قلة ولا عوض يزمره مين ادهم الانتصار بابا حبيبي تعالوا بنت دي راح تقالت بابا حبيبي انا هجيلك بابا حبيبي بفضلك ساعدني انتصر تفتكر راحة بابا حبيبي يحصل فيها ايه بدات دماغها موقعة علي جمبك يا بثوا دماغ هي وقع علي جمبك ايه كل شوية تقالة مثل دماغي كده بالزبط ايه وقع خالص انت دماغي واقفة بس خالص بس ايه باعتبا التراج علي دماغيا باسم بس بس راحتي بنت دي قالت لبابا حبيبي انا عاوزك يا بابا حبيبي تعمل ايه تخلينا نطق ايه 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 اللي بيحصل لها ايه اللي حصل دي بتقف كويس وتبقى كبيرة كده ماسك نفسها الله 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 ازاي المنت الدماغة تنفقت كده شايفين ايه ده ايه اللي حصل بقت منتصرة كده وشطرة بعد ما ادمخة كانت عاملة ازاي وقعت جنبه من شوية بسه بعد دماغة وقفة ازاي ايه ده ايه اللي خانات انتصر بابا حبيبي بابا حبيبي خلينا عارف ان انتصر على طول اول ما تزنق في المعركة كده اخوية بتخانق معايا بتحصل حاجة وحشة الشيطان يجي يقول لي يعمل فكرة وحشة يعمل حاجة شريرة اقول له بابا حبيبي الحقني يا بابا حبيبي مش عارف انتصر مش عارف انتصر مين اللي خانية عارف انتصر بس بابا حبيبي تعال نكتب في النوتة بتاعتنا ايه اه ساعدني بابا عزوز انا بيض واحدة وحلتي سعمة دلواج اه ده انتبيض واحدة ساعدة الناس الحكاية دي ومغبوطة وفهارس طب بريجلين الانتين سلامة يعني بص كويسين كويسين انا مش فهم ازاي كسرتك من كل حتة دي اختك اقصر منك انا ده غريبة انا اصلا كسرتها كسرت حاجة ده انت اداش تشت انت كسرت انت بتاعت كلام بس عملت عاملة فضايح كل واحد يكتب كده في النوتة ايه نوتة بابا حبيبي يقول له ايه بابا حبيبي ساعدني حاوض انتصر في الحكاية دي الحاجة دي دايما ايه بازوز معليس التحلي بس علشان اكتب يعني معاك وكده بتكتبي ازاي تكتبي بودانك يعني اه가는 هذه هيدي تانية بشر بازوز هاس ضج انت معاك النوتة هتايم اولمك معاك بتكتب ازايك انت معاكAng اا اتتفاقت انا بابا حبيبي بجد عمل اتفاق ايه انا عملت اتفاق مع بابا حبيبي ان انا اعمل كل حاجة حلوة ما زعلهوش هاو تعالوا بقى نكتب في النوتة دي اقول له بابا حبيبي ساعدني عشان ايه اعرف انتصر ميبقاش ايه الحاجات دي بتتحك عليا ساعات في حاجات بتتحك عليا وبتستقردني يجي الشيطان يجي اعمل ازاي واشوشك في ودنك كده معناها بعزوز ايوان خلاص بق اقول له بابا حبيبي ساعدني الشيطان ما يجي يتحك عليا اقول لأ مين يا خليه انتصر بابا حبيبي الجماعة بتوع الجدعون عملوا ازاي راح البابا حبيبي شوية حاجات زم امير والقولة اللي تكسرت هنا دي خليتهم انتصر هو دي القولة اتكسرت لا بابا حبيبي خلينا انتصر تعالي نشوف اختك بقى تكسرتك طب اختك دي صاحبت بابا حبيبي عملت اتفاق ما هي كسرت الاتفاق اصلا اللي كان بيليو بينها حتى يعني هي مكسرة الاتفاق طب انت كده يا كوكي انا تغفط بقى لم ينفعش بابا عزوز بابا كوكي بابا تايمو لا لازم تتخلي بقى اختك تعمل اتفاق مع بابا حبيبي بابا حبيبي بابا بابا حبيبي من Leave ياسوع المسيح يشبي كل ما قريب تطبق لفس، تشبي لفس، تطبق لالألب فرحة تشيل للمسيح تطبق لفس، تشzysta لفس، تخ rivT تطبق لفس، تطبق لألب فرحة تشيل للمسيح تحدي للمسيح دايما افرح فيك يا ألأي دايما نرمي بالني رحمتي دمس كل أيامي خير يذبعني أكين دايما افرح فيك يا ألأي دايما نرمي بالني جدو مراحل كل ايامي خليت معاياكي ياسوع المسيح ياسوع المسيح ياسوع المسيح ياشفي كل جريب بتبكي لأس وتشفي لأس وتبلى القلب فرحة تشيل الهم وتزيل الهم هيتفليك بنصرة تبكي لأس وتشفي لأس وتبلى القلب فرحة تشيل الهم وتزيل الغم هيتفليك بنصرة دايماً بفرح بك يا اللهي دايماً ارنم ليك راح مرديدة في كل ايامي خليت معاياكي دايماً بفرح بك يا اللهي دايماً ارنم ليك كل مراحل كل ايامي خليت معاياكي ياسوع المسيح يا سوع المسير يا سوع المسير يا سوع المسير لا الشفر ولا غير ضخممممممممممممم... مراقب مملكم... مقورة باردا ترموصمممممممممممっ بارداisiنويات فمواحلا , اوازمخ ميضًا